طيب فهنا هو اقرار منه انه احنا بينسقه مكتب ارشاد هو كان عارف بكل هذه اللقاءات وبعدين بديع اللي كان بيتكلم في الاول وقال انه احنا كل حاجة في بيانات واضحة واعتقد انه دي بيانات كانت داخل الجماعة لانه فيه ناس كتير ما كانش تعرف عن هذا التنسيل طيب ده حاصل بدلل بيه على ايه ما انت ممكن تقول لي ما هم كانوا مع الامريكان الامريكان بقى هيجوا اللي هو الوهم الكبير الذي تعيشه هذه الجماعة الارهابية الان انه جو بايدن ده هيجي بقى كده ايه سفينة نوح يركب الاخوان في السفينة ويرجعهم مصر تاني بالسلام ده وهم كبير جدا ليه وهم كبير لانه في ثلاث حاجات مصر في 2020 مش هي مصر في 2013 الولايات المتحدة الامريكية في 2020 مش هي الولايات المتحدة الامريكية في 2013 جماعة الاخوان الارهابية ايضا في 2020 مش هي جماعة الاخوان في 2013 أمور اختلفت تماما أنت الآن دولة مستقرة قوية تستطيع أن تتحدث بشكل أساسي لأنه الملف اللي الأمريكان بتكلمه مش مع مصر بس مع دول العالم كلها إيه هو الإنسان أنت قدرت في السنين اللي فاتت ترسي مفهوم ليه هو الإنسان يختلف أن أنت بتكلمني كأمريكان على حرية تعبير وحرية رأي أنا بكلمك بالإضافة لده عن حرية أن الناس تعيش الناس تتعلم الناس تتعالج الناس تبقى فيه حياة كريمة فيه توسيع ليه مفهوم هو الإنسان حتى بالمفهوم التقليدي للأمريكان نقعد نتكلمه لنا فإذن دا ما ينفعش يبقى هاجس أبدا عند الناس لأنه أنا زي ما بقول لحضراتكم الجماعة مشروع مشروع أصلا الديمقراطيين فيما يتعلق بالإخوان انتهى ليه انتهى لأنه كان مشروعهم قائم عليه إن أنا عندي مشاكل مع الإسلام أو مع الجماعات الإسلامية المتطرفة الجهادية اللي بتلجأ للعنف طيب أعمل إيه أجيب إسلام معتدل أو جماعات إسلامية معتدلة الإخوان قدموا نفسهم على أنهما معتدلين قالك نجيب دول يبقوا هما مصد للجماعات المتطرفة الإرهابية العنيفة المسلحة جابوا الإخوان ودعموهم دا كان مشروع أه كان مشروع بينفزوه أه بينفزوه جابوهم قعدوا سنة فشلوا شكرا انتهى هذا المشروع زي ما قال الرئيس أنه بعد تهنقته للرئيس جو بايدن رئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية أنه مصر بتتطلع إلى التعاون المشترك لمصلحة الشعبين الصديقين وأعتقد من اختيار الكلمة له معاني كثيرة جدا أنا بنصح الأمريكان الإخوان بنصح الإخوان يسمعوا ليه الفيديو بتاع جو بايدن هو بتكلم عن أردوغان دا هيفيدهم أكتر والله نصيحة يعني نصيحة النهاردة كده يدوروا على الفيديو بتاع جو بايدن هو بتكلم على أردوغان وبيقول عنه إيه ويتعامل معه إزاي لأنه دا حليف حليف الإخوان الوقت مصر تقدر تشتغل وينسوا ينسوا أنه يعني العربة يمكن أن تعود إلى الوراء مرة أخرى